موجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم وقف الوقت ذاته تتلقم مع هدف اتفاقية باريس تصوروا في خلال 8 سنين دول حجم السيارات الكهربائية اللي ممكن تطلع أو على الأقل الغاز والكهرباء ممكن تبقى ديه 10% 20% 30% هي دي الفرصة هي دي الفرصة اللي هتوفرها هتعمل إحلال حجم ضخم جدا من السيارات اللي بتستخدم الطاقة الأحفرية سواء كان سولار أو بنزين يتحول إلى غاز أو كهرباء احنا في مصر كنا شايفين ده زي ما كل الناس كانت شايفها بس اتحركنا اتحركنا فيه بسرعة كبيرة جدا جدا انا بتكلم عن السيارات ومن خمس سنين كنا بنتكلم مع شركات السيارات ان احنا مستعدين هنا في مصر يكون لنا شراكة مع الشركات ديه لإقامة صناعة سيارات كهربائية في مصر وابتدنا نعمل مش هنعمل ابتدنا نعمل مبادرات لإحلال السيارات الأولا بالغاز ثم عندما يتوفر لنا صناعة السيارات الكهربائية اللي زي ما قال دولة الرئيس إن شاء الله اعتبارا من الفين تلاتة وعشرين هيكون الأول سيارة كهربائية مصرية تم انتاجها ده معناه إن احنا كدولة لإن احنا عارفين إن السيارة دي تكلفتها غالية وبتحتاج بنية أساسية ضخمة عشان تبقى يبقى ممكن السيارة دي تعمل بشكل أو بآخر احنا بنتحرك كدولة في هذا المجال زي ما بقول لو كلنا تصورنا أو كلنا كدول والقطاع الخاص شاف الفرص اللي موجودة في عملية الإجراءات اللي بتتعامل لمجابة تغير المناخ هيتحرك وحيشتغل فيها هذا وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيسه مجلس الوزراء إن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ يناقشوا قضايا محورية تخص الإنسانية بصفة عامة وأضف مدبولي في جلسة طريق من إنجلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة تغيرات المناخية ضمن فعليات منتدى شباب العالم أن التغيرات المناخية أصبحت قضية حاكمة على كل المقاييس وعلى العالم أجمع أن يواجهها بمنتهى الحزم والسرعة مصر لديها إمكانيات هائلة في موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة ويمكن هنا الكلام التصريحات اللي بتقولها وكالة فيتش كان بتقول إن مصر بتمتلك أكبر قدرات كهربائية من طاقتين الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى الرغم من كده مصر حتى خطة إنها تضاعف هذه الطاقة 300% في خلال الفترة القادمة بحيث تبقى الطاقة الجديدة والمتجددة هتبقى إن شاء الله جزء مهم جدا وإن مصر بجانب الإمارات هتقود هذا التوجه مع دول أخرى في المنطقة مصر حتكون من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية يعني هنا كلمة الكهرومائية اللي هي بتبقى من السدود المائية زي السد العالي لكن إحنا في المجالات الأخرى هنكون من أسرع الدول في النمو في هذا الموضوع وحنبقى من أكبر خمس دول فيهم ثلاث تربع الزيادة المتوقعة في إنتاج الطاقة المتجددة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أبرزت وسائل الإعلام العالمية الرسائل والدعوات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم من أجل الإنسانية وتجاوزت تحديات البقاء بالإضافة إلى كلمات المسؤولين الدوليين التي أكدت أهمية دور الشباب في صناعة المستقبل وأكدت لهيئة العامة للاستعلامات تواصل الاهتمام الإعلامي العالمي بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة مشيرة إلى أن الإعلام العربي تناول توجيه الرئيس السيسي دعوة من أجل الإنسانية وتجاوز تحديات البقاء وضرورة خلق حوار عالمي بين شباب العالم يستهل منتخب مصر مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون بمواجهة نظيره النيجيري ساعة السلسة على ملعب رودمي أجيا ضمن منافسة الجولة الأولى من المجموعة الرابعة والتي تضم أيضا المنتخب السوداني ومنتخب غينيا بيساو وأكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني أن طموح الفراعين في كأس الأمم الأفريقية هو تحقيق الفوز ولا بديل عنه خلال مشوارهم بالبطولة بينما أكد محمد صلاح قائد المنتخب ولعب ليفربول الإنجليزي أن لاعبين سيبذلون قصار جهدهم خلال منافسات البطولة للفوز بالكأس وإسعاد الشعب المصري ترجمة نانسي قنقر